وفي النتائج الحسابية كشف مسشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية والمالية مظهر محمد صالح عن أن قيمة التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تقدر بما لا يقل عن ملياري دولار سنويا وقال صالح في تصريح صحفي قد تشكل العمال الوافد من ذوي المهارات العالية أو المتخصصة نسبة 15% فقط أما الـ 85% المتبقية فهي من متوسط المهارة أو المحدودة وأشار إذن المنافسة على فرص العمل التي تولدها العمالة الأجنبية إذا العمالة المحلية على الوظائف تعد واحدة من أهم المشاكل لا سيما أن غير الشرعية منها يولد ضغطا على البنية التحتية ويؤدي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية وغيرهما اشتركوا في القناة